سيناء الحبيبة تعيش الآن انتصار التنمية بعد تطهيرها من دلس الإرهاب حيث وضعت القيادة السياسية استراتيجية متكاملة لتنمية هذه البقعة الغالية في كافة المجالات لربطها بالوطن الأم وذلك بمشروعات تنمية عملاقة تجاوزت 460 مشروعا وارتبطت بالوطن عبر خمسة أنفاق تكلفت مليارات الجنيهات لتكون شريان تنمية وتواصل بين الشرق والغرب وتشكل مع قناة السويس القديمة والجديدة شرائين حياة اقتصادية تنموية في المجالات المختلفة تدعمها طرق بلغت أكثر من 1600 كم و23 محورا مع موانئ بحرية ومطارات جوية يتم تطويرها في شرم الشيخ والعريش والبردويل ودير سانت كاترين لتشهد سيناء الغالية نهضة كبيرة في كل المجالات ما بين مشاريع سياحية وصناعية وتعدينية وتعليم جامعي وما قبل الجامعية ومشاريع للغازي والكهرباء والمياه في تنمية زراعية لملايين الأفدنة نتابع الآن هذا اللقاء الخاص مع العميد أركان حرب محمد فكري قائد سرية مشاه في الوقت الثاني أثناء حرب أكتوبر حضرت حرب الاستنزاف بالكامل في مدينة سويس في منطقة اسمها حود الدرس مع الفرقة 19 مشاه وكنا في الوقت دهوت ما كانش فيه تجهيزات فكنا بنساعد وبنشارك فيه التجهيزات غارب القناة لغاية لما اكتملت يعني حضرنا بقى المراحل كلها بتاعة حرب الاستنزاف من مرحلة الرضع ثم الزمود ثم مرحلة الاستنزاف أو الدفاع النشط واشتبكنا مع العدو اشتبكات كثيرة جدا وكان هناك تطعيم معركة فعلا في توقيت حرب الاستنزاف وقدرنا نحن نعبر برضو في حرب الاستنزاف في عام 1969 أنا عبرت قناة السويس واستطلعت احد النقط القوية اللي عاده وعدت 24 ساعة في سيناء وقمت بيه خدت فكرة كاملة عن مداخل ومخارج النقط القوية اللي كانت بتخدم طبعا قواتنا فيه أثناء هجومها على هذه النقطة ثم بعد كده حصلت طبعا على نقط العبور بعد العبور ده كان يعني جميع الزباط اللي هم بيعبروا كانوا بيحصلوا على هذا النقط سنة 1969 بعد ما انتهت حرب الاستنزاف بدأت بقى القوات مصلحة بتعد خطة الخداع الاستراتيجي ثم بدأت فيه المرحلة اللي هي مرحلة التحرير حرب اكتوبر يعني عملية الخداع الاستراتيجي هي اللي سهلت عملية العبور وقدرنا نحن نتدفق بحوالي 80 ألف مقاتل فيه خلال الساعات الأولى من المعركة أنا كنت موجود فيه غرب القناة في التوقيت ده هوت يوم 6 أكتوبر وجالي طبعاً ظرف فيه ساعة سين ساعة 1420 يعني الساعة 2 و 3 ساعة 6 دي بوقت توقيت تعبور قناة السويس وطبعاً كنت قائد سرية في أحد الكتاب في اللي هو التاني المشال الميكانيكي في الفرقة 19 موجهة والساعة 2 بالضبط القوات الجوية دخلت قامت بالضربة الجوية كانت طيارين على مستوى منخفض جداً من ارتفاع الأرض ثم بدأت الضربة الجوية بنجاح باهر ودمرت الأهداف القريبة والبعيدة اللي هي حصلت عليها ثم بعد كده قامت المدفعية بعملية التمهيد قاعد 53 دقيقة بحوالي أكتر من 2000 مدفع زي ما حضراتكم عارفين وابتدت المدفعية تحت ستر هذه المدفعية قدرنا أن نعبر قناة السويس في الأيام الساعات الأولى من قناة 6 أكتوبر بعد العبور ابتدأ نعيد تجميع نفسنا شرق القناة بوحدات صغيرة ثم وحدات أكبر وابتدنا نتعامل مع الدبابات التي تقوم بأعمليات الهجوم المضار زي ما حضراتكم عارفين كان خط برليف عبارة عن نقطة قوية مش متصلة يعني بينها وبين بعض مسافات تصل من 300 إلى 500 متر وكان خلفها مباشرة الاحتياطيات على مستوى كل نقطة قوية كان حوالي فيه فصيل الدبابات احتياطيات قريبة بتحميها علاوة على القوات الجوية اللي كانت بتدعمها تماما يعني وفي العمق كان هناك فيه احتياطيات تكتيكية أكثر ممكن تبتصل إلى كتاب دبابات ثم الاحتياطات التعبوية التي قد تصل إلى لواء مدرع أو لواء مشامي كانيكي احنا اتحط خطة ان احنا نعبر نبتدي نصد الهجمات المضادة للعدو اللي هو احتياطيات النقطة القوية ونصمد في خلال 6 أكتوبر و7 أكتوبر و8 أكتوبر حصلت معارك كبيرة جدا وتمكنت قواتنا طبعا من الصمود ورؤوس الكباري اللي هي موجودة شرق القناة ثبتت نفسها كويس قوي ثم ابتدت القوات تفكر في تطوير الهجوم الأول وهو يوم 9 أكتوبر أنا كنت في اللواء التاني الموشال الميكانيكي اللواء التاني الموشال الميكانيكي هو كان اللواء الميكانيكي الوحيد في الفرعة الساعتاشر مشاه وكان حيقوم بالتطوير إلى منطقة اسمها منطقة جبل المر وحصلت معاركة كبيرة جدا في منطقة جبل المر جبل المر بيبعد حوالي 13 كيلو ونصف من قناة السويس وكان أيام حرب الاستنزاف أيام ما كنا احنا في حوض الدرس كان بيهدد جميع المدن جميع البيوت بتاعة مدينة السويس ومنطقة الزيتيات وبالتالي كنا احنا عارفين الجبل المر دا له أهمية لأنه كان موقع استراتيجي بالنسبة للعدو كان بيقيم فيه حاطت فيه مدفعياته حاطت فيه دبابات ذاتية الحركة حاطت فيه مركز قيادة للقطاع بتاعه إذن دا كان مكان ذا أهمية كبيرة جدا بالنسبة للعدو فكان تصممنا إحنا أن احنا نستولي على هذا الهدف كان هيحبط العدو تماما من السيطرة على الموقف في القطاع دا وبالتالي إحنا ابتدين تطوير الهجوم يوم تسعة بقيادة اللواء الفاتح كريم الله يرحمه كان رجل شجاع جدا كان قائد اللواء التاني المشاين ميكانيكي إحنا طبعا ابتدينا نفتح في تشكيل المعركة وبنطور الهجوم في اتجاه جبل المر الأرض بترتفع كلما اتجاهنا شرقا وبالتالي أيضا جبل المر كان كاشف لتحركات بتاعتنا أثناء عملية الفتح للمعركة وصلنا بخسائر شديدة جدا إلى منطقة جبل المر وترجلنا من المركبات وابتدينا نقاتل مترجلين قائد اللواء ترك مركز قيادته وابتدى يتحرك ويصعد إلى الجبل وطبعا هناك كان هناك إدارة معركة كان فيه كتبتين له كتبة يمين وكتبة يسار الكتبة اليمين كانت متعثرة والكتبة اليسار كانت نجحة فهو نزل واشترك مع الجنود والزباط اللي هم كانوا بيقتلوا في الكتبة اليسار ودي بطولة الفتح كريم في الوقت دا أنه هو إدى حافز وإدى معنويات إلى الجنود إلى أن صعدوا إلى منطقة جبل المر منطقة جبل المر منطقة ارتفعتها كبيرة جدا ومنطقة كسبان رملية صعب التحرك فيها بيئة المعدات ثم بعد كده ابتدنا نتثولي على جبل المر ونحتل جبل المر وابتدى العدو طبعا ينسحب من هذا المكان لأنه اكتشف أنه هو قد يتم تدميره إذا ما ظل في مكانه ونسحب إلى مسافات قد تصل إلى 4-5 كيلو شرق جبل المر إحنا ابتدنا نحتل الميول الشرقية لجبل المر ونجهز فيها التجهيز الهندسي وإحتلنا بيها بالعناصر اللي إحنا بنقضها وبندفع عن جبل المر ابتدى العدو يفكر أنه هو يعمل أعمال هجمات مضادة على الجبل في الليل ولكنه فشل فقائد اللي هو فكر أنه أنا أخرج ثم أخذ مجموعة قتال من السرية بتاعتي لأنه كنت في منتصب جبل المر وابتدى أنشئ نقطة قتال خارجية على مسافة تصل إلى من 2 إلى 3 كيلو طبعا أنا ساعة 4 العصر خدت الأمر ده وخدت مجموعة القتال اللي هي فصيلة نقطة القتال خارجية بقيادة بعض الزباط والصف والجنود ومدفعية اللي هو الثاني والفرقة 19 أمنيتني تماما وابتدينا نتحرك إلى أن وصلنا إلى منطقة تبت القمع اللي سماها قائد اللي هو بهذا المسمى تبت القمع وهي نقطة قتال خارجية ليه؟ علشان تدي إنذار لللي هو الثاني في حالة العدو القيام بهجمات مضادة لمحاولة استرداد جبل المر ونجحت في أن أنا أصل إلى منطقة تبت القمع دي وابتديت أحتلها وقام العدو بضربنا بجميع أنواع المدفعيات والطيران في التوقيت دهوت ولكن نجحنا وصمدنا وأنشأنا نقطة القتال خارجية وابتدت تدي إنذار مبكر لقواتنا فوق جبل المر وصمدت قواتنا لمدة طويلة إلى أن حصلت عملية صغرة وابتدى الجيش الثالث زي ما حضراتكم عارفين يتحاصر والمعابر تغلق وبالتالي إحنا رشدنا استخدام الإمكانيات والاحتياجات بتاعتنا تماما عشان نحافظ على التوقيت اللي إحنا ناعدين ونحافظ على المعدات والأسلحة بتاعتنا في الوقت دهوت عدنا حوالي مئة يوم فوق جبل المر كحصار والفرقة 19 بالكامل كانت موجودة في هذا التوقيت حوالي مئة يوم بتقاتل وصامدة فوق جبل المر ونجحنا تماما لأن جبل المر كان له أهمية زي حيوية أو أهمية زي أهمية تاكتكية أو أهمية استراتيجية بالنسبة لي الجيش الثالث لأن الجيش الثالث كان بيعتمد دائما على رؤوس كباري ويعتمد على قوات تتقدم كمفارز وتصل إلى أهدف حيوية عشان تأمن باقي القوات وهكذا فطبعا كانت معركة قوية جدا خضناها في جبل المر بعد كده طبعا زي ما أحداؤكوا عارفين حصل الاتفقيات في كيلومتر 101 ما بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي ده بناء على طلب من الأولاد المتحدة الأمريكية وتدخل هنري كسينجر في الموضوع زي ما حضراتكوا عارفين كان هناك عند عالمة الكيلومتر 101 خيمة حضر فيها الجانب المصري والإسرائيلي والأمريكي ثم اتفقوا على فض الاشتباك الأول ومن بعد فض الاشتباك الثاني وهكذا كل فض الاشتباك بيخلي القوات تعود من غرب القناة الإسرائيلية إلى شرق القناة ثم ابتدى الجيش يتفك حصاره الثالث في هذا التوقيت ثم بعد كده ابتدوا ينسحبوا إلى منطقة شرق المضايا احنا حضرنا فترة من يعني أحسن الفترات في حياتي أن أنا أتذكرها لأن التوقيت ده هو كانت مصر كلها مجمعة على أن أولادها لابد أنهم يقتلوا وأولادها لابد أنهم يحرروا سيناء فدي كانت قضية مسلم بيها القوات المسلحة كانت بتجند الأفراد وما كانواش بيخرجوا يعني كان المجند بيخش بيعود على طول إلى أن يتم تحرير الأرض وبالتالي كانت الجنود سواء بقى مؤهل عالي أو مؤهل متوسط أو مؤهل بدون مؤهل فكانوا قاعدين منتظرين اللحظة الحاسمة لعملية القتال علشان يحرروا الأرض وينهوا هذا الموقف وبالتالي كانت معنواتهم مرتفعة جدا لما بلغتهم بأن ساعة سين الساعة 1420 الله أكبر ورفعوا الأسلحة فوق وكان منظر جميل جدا لا أنساه وبالتالي أنا قلت يعني سبحان الله أن الإنسان المصري لازال في قوته ولازال في إيمانه دي حاجة الحاجة الثانية معركة جبل المرة أنا بعتبرها معركة فيها معجزات لأن سبحانه وتعالى أيد الناس بروح معنوية عالية جدا فوق هذا الجبل وخلهم يتحملوا ووضع في قلوب الأعداء الخوف والذعر بحيث أنهم مجرد إحنا ما وصلنا إلى منطقة جبل المر بعد الخسائر الشديدين اللي إحنا شفناها ابتدوا هم ينسحبوا على طول لأنهم لا يقبلوا أنهم يتضمروا لا بيحبوا يعني يقتلوا من وراء جدر أو من مسافات بعيدة جدا عشان يتحاشوا أنهم يقتلوا اشتركوا في القناة